أعلنت وزارة الداخلية التونسية رفضها الترخيص للمسيرات التي دعت إليها أحزاب معاردة السبت القادم للمطالبة بإسقاط قانون المصالحة الاقتصادي المتحدث باسم الوزارة برر في تصريح صحفي القرار بحالة الطوارئ المعلنة في البلاد منذ شهرين وإمكانية تسرب عناصر متطرفة وسط المظاهرات الاحتجاجية جديد بالذكر أن قوة الأمن فرقت بالقوة في عدة محافظات تونسية خلال الأسبوع الأخير مظاهرات لمحتجين طالبوا بإسقاط قانون المصالحة الذي اقترحه الرئيس التونسي الباجي قيد السبسية